بخصوص الموضوع ديال الدعم الاجتماعي وأنا هنا اللي اسمحتولي بغي أن نعمل واحد توقوف بسيط غير باش نوضح واحد القضية أساسية مني كنتكلمو عن الدعم الاجتماعي كنتكلمو عن التعويضات المباشرة كي ياخدوها الأسر واللي حدد الإطار ديال كين أطفال اللي إما مدرسون أو اللي مدرسون هذا الفقرة اللي مرتبطة أو اللي الشق المرتبط بحماية الطفولة وكين الأسر اللي عندهم عود اللي فيهم اليتامة وكين الأسر هادو اللي كي ياخدو المنحة الجوزافية اللي ما عندهمش أطفال أو اللي الأطفال اللي لهم فوقوا 21 سنة ولكن عندهم بعض الأشخاص اللي هم مسنين في وضعيتها شاشة هاد شي كله منك تاخدو خاص المينموم اللي تاخد الأسرة هو 500 درهم لابا الآن شكون هما هاد الناس اللي غي ياخدو هاد التعويضات العائلية كنسميها بالمناسبة التعويضات العائلية وتنسميها الدعم الاجتماعي لكن هو العنوان الكبير هو الدعم الاجتماعي لأن الإطار العام هي الحماية الاجتماعية اللي فيه واحد الشق دوزناه السنة الماضية هو ديال التغطية الصحية دبا احنا في الشق الثاني نمرتبط دائما بالدعم الاجتماعي ولكن بالتعويضات العائلية هالتعويضات العائلية نعود مرة أخرى من هم مستحقها المستحقين لها هم الناس اللي تسجلوا في السيجيل الاجتماعي الموحد وعندهم واحد النقطة توازيه الأقل من تسعود فاصيلة 72 ده بغا تنتابهوا مني كنا كانت تتكلموا على آمو تضامون كنا كانت تتكلموا على تسعود فاصيلة 32 لماذا؟ لأن القانون القانون الإطار للحماية الاجتماعية يقول كل برنامج عنده العتابة دياله ده بالعتابة ده بالضمنيا ضمن باش نفهمه ضمنيا الناس كلهم اللي كانوا اللي اخداوا استفدوا من اللامو وإما عندهم الولاد ولا عندهم الهاشاشة ولا خمسة كلهم راكينين هنا الواضحات القضية هاتي سعود بالنسبة لامو تضامون سعود فاصيلة 2 شكونا هم هذا متضامون هم اليوم فالو غدو جو غدوي هم واحد لحضاش فاصلة خمسة مليون مواطن مغربي هدو كيمشيوا القطاع العام تيتعالجوا بالمجان تيمشيوا القطاع الخاص بحل هم بحل اي مستخدم او لا موظف او لا شي واحد اللي كيخضع لشي نظام من الانظمة ديال ضمى الاجتماعي سوان كان عنده ديال الوظيفة العمومية او ديال القطاع الخاص شحل بهم من اسره هاد الناس هم 4 فاصيلة واحد مليون اسرة 11 فاصيلة 58 مليون شخص كي يتقال را كانوا شي ناس ما بقاوش بالعكس كانوا شي ناس العدد الملفات اللي ترفضات هي ديال مليون واحد ولكن عدد الملفات اللي تقبلات هي مليون اونس بمعنى فتحنا المجال الاستحقاق نكنا نتكلم دائما فأمو تضامن فتحنا مليون اونس دخلات جديدة ولكن مليون ما نلقاتش رأسها لأنها العتابة ما كتأهلهاش باش نخرج دابا الآن اني كتاخد 11 فاصلة خمسة مليون مواطن مغربيين بيش حال هديك من عموم المواطنين اللي 31 مليون احنا تقريبا لوان تير تقريبا وهذا هو الهدف اللي كنا حطيناه نهار لول قلنا خصكون عنا 11 مليون ديجا اللي هم الموظفين والمستخدامين هذو كما عندهم تغطية صحية ما عندهم كنوبس وعدنا 11 ديال المهنيين والحرفيين وهذا الناس اللي كيدول المهل الحرة بحل المهندسون وبحل الصياد لا ولا غيرها من المهل وعدنا 11 هذو اللي في الهشاشة احنا دابا الآن فوق حققنا فوق 11 حنا 11 فاصلة 58 امتضامون احنا وضحنا دابا الآن تعويضات العائلية من سيستفدنا التعويضات سأعيدوا مرة اخرى غيستفد اما اللي عنده الاطفال في سنة التمدروس او اللي هو في وضعيتها شاسع وطبعا حتى اللي كيكفل شي ياتيم هذا علش غتلقوا رب الاسرة كانت تكلموا في اللول على الزوج كانت تكلموا على الحاضين كانت تكلموا على الكافيل وحنا جايين نازلين باش هاد النس كون كلهم نحطوهم في هذا الاطار هذا بالنسبة للاطفال المهملين بالنسبة للاطفال المهملين لف واحد المؤسسة من مؤسسة الرعاية هادو نفس شي يستفيدون عبر ان ذو كتعويضات ديالهم كتحط لهم فهذا كالحساب ديالهم ولحتك يوصلوا للسين ديالهم فيش يتصرفوا بها قانونيا وياخدوها فهذا هو الاطار الآن العام لمنظومة الدعم الاجتماعي القطاعات اللي غادي تكون عندها العضوية داخل مجلس الادارة ديال المؤسسة الدعم الاجتماعي انا تكلمت عليها كينين اعضاء مستقلين هم غادي تعينوا من الناس اللي عندهم خبرة في المجال الاجتماعي وعندهم احد التصور اللي قدروا يفيدوا به هاد المجلس الادارة وكين طبعا تكلمت على العتبة اللي هي 9.2 ترجمة نانسي قنقر